اشتركوا في القناة ويصل إلى المعدة وإن لم يكن مشتهن ولا متلذذ ويدخل في حكم ذلك إنزال المني بطريق اختيارك للعملية الاستمناء ويدخل في ذلك المباشرة التي تؤدي إلى الإمناء وأيضا الاتصال الجنسي ما هو وقت الإمساك؟ الإمساك كما يقول الله تعالى فالآن باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل بدليل أن عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما نسمع هذه الآية أتى بعقالين واحد دون أبيض واحد أسود وربط في رجله ثم بدأ ينظر إليهما حتى في الليل ما سطع يعرف حتى بدأت الدنيا تضوي شوية عرف إن هذا أسود هذا أبيض فتوقف عن الأكل فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هأنك عريض القفى أو وسادك عريض وإنما ذلك سواد الليل وبياض النهار طيب بالنسبة للبلاد التي يطول نهارها ويخسر ليلها اختلف الفقاء المعاصرون في تقدير ذلك فقيل يقدر بحسب البلاد المعتدلة الذي وقع فيها التشريع يعني يقاس على مكة والمدينة وقيل يقاس على أقرب بلاد معتدلة إليهم والذي أميل إليه أن النص صريح إخواني الكرام بأن البداية عند الفجر والنهاية عند المغرب فإذا كان هناك تمييز بين المغرب بين بدء النهار وختم النهار فلا بد من الصوم والاتزام به بعدين أحيانا بيكون عندك الصيام عشرين ساعة أحيانا بيكون عندك أربع ساعات تختلف من سنة إلى سنة تمام؟ هذا الذي أميل إليه وعند تعسل الصيام تنوي الصيام وتباشر إذا أو شكت على أن لا تستطيع أن تكمل أفطر ثم تقضي فيما بعد والله تعالى أعلم المفطرات الفقهاء المتأخرون تفننوا تفنن كبير جدا في وصف المفطرات فذكر الأحناف حوالي 57 مفطر وذكر الشافعية أيضا قرابة السبعين مفطر وكل ذلك ووضعوا لذلك قواعد غريبة قالوا مثلا وصولوا عين إلى الجوف فإذا واحد دخلت سكين في بطنه فأفطر مثلا وذكروا فروع لا تحصر ووضعوا قواعد وهذه القواعد نفسها غير مسلمة لأنها لم يقم عليها دليل محكم من القرآن والسنة وحقيقة الصيام المتفق عليها هي حرمان النفس عن شهواتها ومعاناة الجوع والعطش والامتناع عن النساء قصدا للتقرب إلى الله تعالى وذلك صريح في قولي تعالى فالآن باشروا هنا وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فهذه الأشياء الثلاثة المحددة التي منع منها الصائمون تمام وهذا ما رجحه الإمام البخاري تضييق مجال المفطرات وحصوه في هذه الثلاثة فقط الأكل والشرب وإتيان النساء وهو ما مال إليه ابن قدامى المقدس الحنبلي وابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه القرضاوي في فقه الصيام ما هي الأمور التي تفطر حقا الصائم قلنا الأكل والشرب ومباشرة النساء منها أيضا الحيض والنفاس وهو موضع اتفاق بين العلماء حتى لو أن المرأة حاضط قبل المغرب بعشر دقائق بطل صومها بدليل حديث عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة مما يبطل الصوم الأكل والشرب متعملا وكذلك التدخين ومما يبطل الصوم المباشرة الجنسية ومما يبطل الصوم إنزال المني بالمباشرة أو الإمناء ومما يبطل الصوم أيضا نية الإفطار مجرد ما نويت إن الإفطار فسد صومي لأن هذه الأمور المتفق عليها على أنها تبطل الصيام هناك أمور مختلف فيها هل هي تبطل الصائم أم لا نذكرها ونذكر أدلتها القضية الأولى القبلة هل تبطل القبلة الصيام اختلف العلماء في القبلة فمنهم من أجازها ومنهم من كرهها للشيخ ومنهم من كرهها للشيخ ومنهم من كرهها على الإطلاق فمن رخص لها استدل بحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه رواه البيهقي بإسناد صحيح وعن عمر رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمطت بماء وأنت صائم قلت لا بأس بذلك قال ففيما يعني ما الفرق رضاه أبو داود قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر وابن عباس وابو هريرة وعائشة وعطاء والشعب والحسن وأحمد وإسحاق ومن السلف من رخص القبلة للشيخ دون الشاب وما لا إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنه المالكية كره ذلك مطلقا كره ذلك مطلقا لحديث أن أخبر وأنا صائم فنهاه عن ذلك والراجح في مذهب الأحناف والشافعية أن القبلة تكره على من حركت شهوته ولا تكره لمن يملك نفسه ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك والاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال فإن حركت شهوة الشاب أو الشيخ الكبير كرهت وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر واحتجوا بما روي عن ميمونة بن سعد قالت سأل رسول صلى الله عليه وسلم على القبلة للصائم فقال أفطروا جميعا وهذا أخرجه الطحاوي وهو حديث ضعيف نعم طيب ما إذا قبل أو باشر باشر من المباشر وهو إلساق الجلب بالجلب إذا أنزل أو أمذى إذا أنزل بطل صومه عند الشافع وعليه القضاء وعند مالك إذا حتى لو أمذى عليه القضاء تمام هذه المسألة الأولى المسألة الثانية الحجامة هل تجوز الحجامة للصائم؟ في الحجامة ثلاثة مذاهب قال مالك والشافع والثوري إنها مكروهة للصائم ولكن ليست تفطره والحجة حديث عكرما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري وفي رواية ثابت البناني أنه سأل أنسا رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على هدر رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف يعني نكره فقط إذا أنا تضعف الإنسان وذهب أحمد وداود والأوزع وإسحاق بن راهوية وبعض فقهاء الحديث وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين إلى أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم بدليل حديث أفطر الحاجم والمحجوم ولم يأخذ أحمد ومن معه بحديث ابن عباس ورجحوا عليه حديث ثوبان لأنه موجب حكما حديث ثوبان أفطر الحاجم والمحجوم وحديث ابن عباس رافعه والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع تمام وقال أبو حنيفة وأصحابه إنها غير مكروهة ولا مفطرة وأسقطوا العمل بالحديثين لتساويهما في القوة والظاهر أن الحجامة لا تفطر الصائم وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم المحجوم أفطر بمعنى تعرض للفطر أي أصبح ضعيف الجسدي مما يجعله ضعيفا يفطر والمحجوم لأنهم كانوا يستخدمون القرن يأتون بقرن يفرغونه على شكل قمع ويمص الحاجم فربما دخل في فمه شيء من الدم فأدى ذلك إلى إفطاره والله تعالى أعلم طيب هل يفطر التبرع بالدم أو ما شابه؟ على رأي الجمهون القائرين بجواز الحجامة لا يفطر ولكن قد يكره من أجل ضعف الجسد وعلى رأي أحمد إذا قيس على الحجامة يفطر وإذا وقفنا عند النص لا يفطر التبرع بالدم والأفضل أن لا يكون أثناء رمضان